اشتركوا في القناة أسماءات التهاني وأطيب التبركات مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتنان بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين على تأسيس جلالته حفظه الله لقوة دفاع البحرين الباسلة والذي يصالف الخامس من فبراير وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في البرقية أن رجال جلالة الملك المعظم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم يجددون العهد والولاء أمام الله عز وجل بأن يظلوا جنود جلالته المخلصين لجلالته وأن يبذلوا مزيدا من العطاء والتضحية في سبيل الرفعة والمنعة لمملكتنا الغالية ضارعا إلى الله العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة ويرعاه بعنايته وأن ينعم على جلالته بعظيم كرمه وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أعرب جلالته فيها عن الاحتزاز والتقدير لتهنئة معاليه بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين درع الوطن وحصنه الحصين معربا جلالته بهذه المناسبة الوطنية العزيزة لمعاليه وإلى منتسبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وجنودا وأفرادا عن خالص التهاني والتبركات مقرونة بمعاني الشكر والتقدير على ما يطلعون به في هذه المؤسسة الوطنية من جهود مضفرة لمتابعة تطويرها لتكون أكثر كفاءة واقتدارا من حيث الجاهزية والتدريب والتسليح لأداء واجبها المقدس في الدودي عن حياض الوطن ومقدراته وحماية منجزاته مؤكدا جلالته بأن قوة دفاع البحرين سوف تبقى موضع اعتزازنا وتقديرنا وثقتنا مع العمل الدأوب على تطويرها المستمر للتعامل مع مختلف المنظومات العسكرية وأحدثها لتضاهي الجيوش المتقدمة وتواكب كل ما يستجد في مختلف المجالات العسكرية والتقنية مجددا جلالته الإشادة بما يبدلونه من جهود كبيرة لتطوير مسيرة قوة دفاع البحرين الباسلة منذ مرحلة التأسيس